السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم شاء الله قد نشترك معكم مائدة الطعام كيفما طلبتم مني او وصفتين اللي سهلين وصحيين مية في المية وكتحضروا بسرعة سمنا ان شاء الله يعجبكم وتفضلوا معي باشتفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول حاجة هنا قد نحضروا الشرمولة دي الخضر هنا عندي فلفلة خضرة عندي جوج دي الحبات اللي غير زولت ليهم قشرة وقطعتهم غدا نطحنهم ان شاء الله يعني ما كيكونوش مشوين هنا اخذيت النصف والنصف الاخر غدا نخلي حتى نستعملو في السمك هنا اخذيت الملح بالنسبة للملح كيبقى على حسب طوق ديالكم هنا عندي ملعقة صغيرة ديالزنجبيل ملعقة صغيرة ديالكوزبر ليابس هنا القليل من الكامون الحبوب وهنا اه تحميرة او البابريكا ملعقة صغيرة كذلك وهنا بتلات فصوص تقوم وكنخلطو مزيان هاد الخالط هاد الصلصة هادي هنا عدنا بالنسبة الخضر كتستعملو على حسب طوق انا استعملت عندي اللفت سفر وعندي تاتا القسبية وعندي خيزو عندي لشوت بروكسل ووج البانا واللوبيا وكذلك الفلفل احرى ليس قادروا تعودوها تعودوها بالسودانية هنا كنشرملو هاد الخضر هادي من بعد ما شرملتها مزيان دائما كنحاول هاد الجزر كنضيفو التحت لي هو خيزو كنضيفو التحت باش مت مل السقش لي طاجين مكيل السقش طاجين او تقرا هادي سافي كنحط هاد الخضر ديالي هاكده الى بغيتو تضيفو المالك الا كان طاجين ديالكم بقي جديد وكيشرب يعني ممكن تزيدو شوية ديال ممشي بستفل ان احنا هاد الخضر هادي بغينها تكون ناشفة ما بغينهاش تكون يعني يعني تكون فيها المرق هنا غدا نضيف الزعطرة واليازير ولا ازير ولا اكلي الجبل يعني اسمه باللغة العربية اكلي الجبل من بعدها في غدا نخطي على هالطاجين وغدا نطيبو في الوقت اللي غدا يعني لك انت غا نطيبو حتى العشية حتى نقربو يعني غيشي طغية ما كياخدش بزا في الوقت هنا غدا ناخد آآ شرملاء تانية عندي الملحة آآ عندي التومات ثلاث في الصوص الزنجبيل شوية ديال تحميرات قريبا معلقة وآآ الكامون وشوية ديال السودانية وكن ناخد صلصة نفس الصلصة ديال الفلفلة الفلفلة حمرة وهنا غدا نضيف نصف عصير ديال حامضة وحدة من بعد كنجيب آآ يعني السمك هاد الصلصة هادي كتجي مع اي نوع ديال السمك غريل لكن عندكم آآ آآ غا تستعملوا السمك اللي كيكون لون دياله غامق غالبا كيكون مضق ديالهم جهد هادوك آآ آآ كننضيف آآ توابل اكتر من هادي من هادي لضغط اليومه ففي اولا كنتو ما كيعجبكمش توابل يعني ممكن ما تستعملوش توابل استعملوا السلصة فقط بالملح والفلفل الاسود في الحوت من الاحسن نعوضوه بالسودانيا او الفلفلة حارة سن من الفلفل الفلفل الاسود هنا من بعد ما شرملتهم يعني ممكن تخليوهم يشربوا مزيان يعني لو وجدتهم في الصباح وتوضعوهم في تلاجة هنا غدا نحلها غدا نشدوا مقطعتها شرائح طويلة هاد السمك هذا ما غديش نعمروا هاد المرة غدا ننسمو يعني إلا لحتو آآ يعني التوابل وتنسيمة كالتواتة مع آآ الخضر اللي غدا نطيبوها في الطاجين يشفتو بأننا هنطيبوها في الطاجين او تاقرة آآ هنا غضلنا كيف ما شفتو معي في الداخل دي السمك نضيفة آآ زعطرة واكلي الجبال اللي هو آزير او اليازير يعني كل واحد كيفاش كي يسمي يعني غير الأعشاب اللي عندكم غيحطوها يعني حتى آآ الطرخون اللي هو لكن عندكم حتى هو مزيان حتى هو كي اعطيه واحد لما تقزوين بزاف هنا عندي آآ الحبق حتى هو آآ درتو هنا الداخل صافي دا بهاد آآ هاد ما كي ياخدش بزاف آآ السمك دائما لكنا وانا نشو كنا نشعلو الفران على درجة عالية دي الفرن باش ما يتلقش لنا بزاف الماء آآ يعني الدرجة دي الحرارة دي الفرن تكون انا انسخنوا هاد المرة على ميتين واربعين باش غدا ندخلها ضغية ضغية يعني غدا عشرة دقائق وغدا نخرجها في السمك هلا بعد ديك السلسل اللي بقعت غنكبها من الفوق كيف ما شفتوا معي انا كنزول دوك العوينات وكنعوضهم اما بطوماتسو غيز ولا بزيتون ففي هنا غدا نزينهم من فوق الزنجلان او السمسيم هاد الزنجلان كيعطي واحد اللي كيجي مع الاسماك البيضة يعني ممكن حتى نطحنوه ونضيفوه حتى في السلسل داخل صافيوكن هاد السمك البيض هاد ضروري ما نضيفو لي شوية دي الزيت الزيتون لانا كي آآ كي نشف الفرن لما اطفناش لي زيت السيتون صافيوكن نوضعوه في الفرن آآ يلخفتو يتحرق ليكم تقدروا تتغطيوه سافي عندوه سدبه باش نحطر واحد آآ شربة اللي سهلة جدا فيها القرعة الحمراء آآ قد يعني قد القياس ديال القرعة الحمراء قد القياس ديال العدس الاحمر اللي كنوغسلناه من قبل وحبة بصل او حبتين يعني على حسب الحجم ديال البصل ديالكم اهنا ضفتغيش القبيصة وديال الكامون والملح كي بقع على حسب الضوق اهنا انستمتها بتحميرة او البابريكا اللي الى ما كانتش عندكم تعودوها بفلفلة حمراء آآ بلفلة بلفلة حمراء وشوية ديال الزنجبيل حتى هو كي يجي كيتواتا وهنا شوية ديال الفلفل آآ اما الابيض اما الاسود على حسب آآ المتوفر آآ الماء كنضيف كمية المحتة كتغطاليا الخضرة تماما صافي اذا بعد غنشعل عليها هنشعل عليها الشرب هاديك الجيل ديالة بسيطة جدا وسهلة ممكن نضيف لها حتى السمك الى بغيته صافي غدا نخليها طيب بالمهل على خطرها كيف ما كتشوف معي صافي ها هي وجدات كنضيف لها زيت الزيتون معرفش كيف اش مشالي هادك المقطع كنضيف لها ضروري زيت الزيتون وعد كنطحنوها مزيان وصافي كتصبح في وجده هادي ندوزو بش غدا نحطروا واحد الحشوة هنا عندي آآ بصل يعني حبة بصل ضفت لها شوية ديال زيت الزيتون وهنا هاد الكورنيشون اللي غدا نطحنوه مع شوية ديال زيت الزيتون يعني كقطع قطع رقيقة جدا وهنا غنضيف بعد ما تشحرت ليال بصيلة هنضيف شوية ديال المعدنوس وشوية ديال القصبر هاد وهنا غدا نضيف شوية ديال الفلفلة حارة وهنا ما ضفتش آآ يعني بتاتا الملح لان الزيتون كيكون مالاح والكورنيشون احته هو مالح هاد الحشوة هادي غنعمر بها هاد شامبينيون اللي كان نزود لهم القشرة كيف ما كيف شوفوا معايا وغدا نعمروا محا كده على هاد الشكل وممكن انا نعمروا لطمات سوغيز احتهما هاد الحشوة هادي كتجي احته مع البطاطس يعني ممكن تعمروا البطاطس اما الحلوة او البطاطس العادية كتوتا مزيان هنا كنرشها بشوية ديال زنجلان او ممكن ترشوها كذلك بالكوكاوي اللي يعني شي حاجة اللي تكون كتحطي وحد شوية ديال كوستيون هنا كيف ما كتشوفوا معايا ها هو السمك دباطاب كناخد ذيك السلسة اللي كتلق اللي كيتلق وكنعود نسقي بها يعني ذوك الفتحات اللي كينين فيه صافي وغدا نغطيه وكنحطوه حتى كنبغو نقدمو هنا الطاجين ديالي ها هو وجد يعني غنضيف لي غنحاول نزول ذيك الأعشاب المناسيمة اللي يضفت وغدا نسقيه دباء بزيت الزيتون يعني انا كنخلي زيت الزيتون هو الاخر لانه كي اعطى واحد الماداق رائع يعني الخضر اهنا كنضيف هاد القصبر والمعدنوس اولا غير المعدنوس يعني بما انها طيبة في طاجين كجلديدة بزاف كنحاولو نحركوه اللي كنغيب شوية باش ما ننفسدوش يعني المنظر ديال الخضر اه بالنسبة التقديم غدا نقدم بهالطريقة هدي كيف ما واحد الاخت كان تلبط مني باش نقدم يعني بدون دوك الصحون اللي كنوضعه يعني في الواسطة دياله يعني تقديم بسيط جدا اه انا قدمته بهالطريقة هدي ممكن تقدمو يعني الخضر بوحدها والسامك بوحده اه يعني السامك ممكن تفرشو لي شوية ديال الصلاة و تزوقوه بالشامبينيون اللي وجت وتحطو هاد الخضر يعني مرافقة بوحدها ولكت تصديروها كفراش يعني كيف ما دابه غدا نفرجها فهد الصحن هادا وغدا نحط اه السامك من الفوق يعني تقديم بسيط جدا هادا الخضر هدي يعني حتى الخضر اللي ما كتبغيوش بحال دابا اللفت انا اللفت ما كنش كنا ناكلو ولكن دابا كنحاول يعني حتى حتى الوليدات راكم عارفين اللفت بزاف ديال الناس ما كيعجبهمش وياكين خصغي يتب المزيان و الواحد يحاول يدير واحد اه اه واحد ليفور ان شاء الله غادي يولي اه ولي يعجبكم اللفت الحمر اه الاصفر المدق ديالو حلو بكيبغيش يطيب بزاف صافي هنا كنحط كننزل السامك ديالي كيف ما كتشوفو معايا بها الطريقة هادي صافي وصلنا النهاية اه صافي وجدت كل شي كيف ما كتشوفو معايا تمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم ان الاعجاب ديالكم تمنى الوصفات ديال اليوم يكونوا عجباك وعجبوكم يعني سهلين ما كياخدوش بزاف ديال الوقت والمدق كيجي لديد جدا واهم من هادشي كله يعني هادشي كيجي صحي ممكن تحضروه لضيوف ديالكم او العائلة ديالكم وبالنسبة الصلاة اللي رافقت بها هادشي هي صلاة ديال الدنجال يعني كتجي زوينه بزاف او البدنجان نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها اسفل هاد الفيديو انا كانت عندي موجودة يعني غي نزلتها في هاد طبيس لا تصافي ما حضرتاش هاد النهار و الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة